الحلقة الخامسة من الهندسة الكونية بعنوان التثليث تحدثنا في الحلقات السابقة عن تشكل الدائرة الأولى في زهرة الحياة ثم أتينا على ذكر الدائرة الثانية والشكل البيضوي الذي يحتوي على عين الحقيقة وسر الضوء وبعدها تتشكل الدائرة الثالثة وبذلك ينتج التثليث حين يجتمع الين والينغ ينتج عن هذا الاجتماع قوة ثالثة تستمد طاقتها وقوتها من الين والينغ وهذه القوة الثالثة ترمز إلى الكائن الجديد الذي أتى إلى هذه الحياة حين نتأمل ما بين الدوائر الثلاث ندرك بأن الصليب الفرعوني هو المقصود لا تستغرب فالصليب الفرعوني هو رمز الحظ كان هذا الصليب يرمز عند الفراعنة إلى الحظ وإلى الكائن الجديد الذي أتى إلى هذا العالم أجل أيها الإنسان لقد كان هكذا شكلك قبل أن تصبح إنسانا شكل الصليب الفرعوني ومن هنا أخذت المسيحية شكل الصليب في معتقدها لقد فهموا هذا السر الفراعنة قبل الجميع وفهموا القوة الطاقية الموجودة في الصليب الفرعوني لذلك جعلوه رمزا تحمله الآلهة للدخول في أعماق اللوعي البشري ولزالت هذه الطريقة مستخدمة في الكنائس فالبابا والراهب يحملان الصليب في يديهما ويضعانه على صدر وجبين المؤمنين كي يبرمجوهم كما يشاءون إنها عملية قديمة جدا كان كهنة الفراعنة يستخدمونها لبرمجة الوعي البشري عند الرعية والآن يقوم بها جميع رهبان العالم لبرمجة الأخوة المسيحيين ومن السخافة أن نعتقد بأن الصليب قد ارتبط بسيدنا المسيح فحسب فما من باحث أو دارس بعلوم الحضارات القديمة إلا ويعلم بأن التثليث المستخدم لدى الأخوة المسيحيين هو نفس التثليث الذي كان لدى الإفلاطونيين حتى أن قصة السيدة مريم العذراء وسيد المسيح موجودة في حضارات قديمة وقد ذكرت في واحد وثلاثين موضعا آخرا وتعبدهم الناس قبل وقت طويل من ظهور المسيح بيشنا في هندوستان بوذاساكيا في الهند سالفهانا في برمودا أوزيريس وحورس في مصر أودين في سكندنافيا كريت في بلدان الكلدان زردشت في بلاد فارس بعلوتوت في فينيقيا إندرا في التبت بالي في أفغانستان جاو في النيبال شاموز في سوريا أتيس في فريجيا أداد في أشور يبدور في اليابان ثور بن أودين في بلاد الغال وهيرهم ونلحظ هنا بأن جميع الأبناء العظماء الذين غيروا مجرى التاريخ الظالم منهم والصالح كانت واردته تقول بأن الإله هو الذي جامعه وهنا ندرك بأن الموضوع كبير جدا وأكبر مما يتصور المؤمنون وأتباع الديانة المسيحية أو حتى المعتقدون بهؤلاء العظماء عبر التاريخ لنسأل أنفسنا السؤال التالي لما كانت أمهات جميع هؤلاء تدعي بأن الآلهة هي من زرعت بذرته في رحمها وهل من المعقول أن يحدث أن تدعي إحدى وثلاثين امرأة نفس القصة عبر التاريخ ومن ثم ينتج عن هذه القصة رجل يستطيع أن يغير العالم ألا تشعر معي أيها المتابع بأن ثمتا يدنك خفية تلعب بالخفاء أجل توجد يد خفية وهذه اليد موجودة في البعد الرابع والخامس إنهم أصحاب القوة الخفية التي يسيطرون من خلالها على عالمنا من خلال عظمائنا أجل جميعنا يعرف بوجود أشخاص يعيشون بيننا في وقتنا الحالي ويدعون أنهم يمتلقون قوة خارقة وعلوما غير عادية كما أنهم موجودون في تراثنا الديني الإسلامي والمسيحي واليهودي نسميهم قديسين أو أولياء وهم منتشرون في جميع بقاع العالم ويدعون تلقي أصوات من عوالم أخرى منهم من يقول عنها جن ومنهم من يقول شياطين ومنهم من يقول إنهم أولياء أو أرواح شخصيات عظيمة تعلمهم أو حتى ثم تمن يقول بأن الأنبياء تكلمهم وتعلمهم نشاهدهم بالملايين في السودان ومصر وسوريا والعراق والمغرب والجميع يعرف بأن هناك مغارة في المغرب تدعى مغارة دانيال أو مغارة شمهورش كما يسموها المغاربة ومن يذهب إلى هذه المغارة سيتلقى إرسالا من العالم الخفي لذلك لا نستطيع إنكار وجود آلاف القصص والإثباتات التي تثبت أن الكثير الكثير من الأشخاص يستقبلون رسائل خفية من عوالم مجهولة وتعد اليابان من أكثر الدول التي تعتقد بوجود مصدر خفي للمعلومات يمكن الاستمداد منه عبر التأمل وطبعا لا ننسى كيف كان هتلى بيدخل في حالة اللاوعي وهو يتكلم وكيف أرسل أشخاص إلى الهملاية ليطور نفسه في مجال العلوم الخفية حتى يستطيع حكم العالم والانضمام إلى 31 عظيما حكموا بفضل المصدر الروحي الخفي هل تعلم أنهم قد توصلوا إلى تقنية متطورة وحديثة جدا يتم من خلالها برمجة الناس من خلال معتقدهم وقد تمت برمجة الكثير من المسلمين من خلال استماعهم إلى القرآن الكريم وإلى كلمة الله أكبر أو إلى كلمة لا إله إلا الله أجل تتم برمجتنا من خلال كتابنا المقدس القرآن الكريم ونحن لا نعلم إن ملايين السيديات والبرامج المتطورة المتاحة مجانا عبر الأنترنت أو في محلات بيع السيديات أو بعض القنوات يضعون القرآن من أجل أن يستمع إليه المسلمون بينما في الحقيقة هم يبرمجون أعماق اللاوعي الإسلامي على القتل والإلحادي والشذوذ فلا تعتقد إن كنت تسمع إلى القرآن الكريم بصوت جميل من إحدى القنوات المشكوك بأمرها بأن ذلك سيقوي إيمانك أو يرضي الله عنك إنك أيها المتحجر تستمع إلى القرآن بالوعي بينما تتم برمجة لا وعيك على القتل على التعصب على الشذوذ على الاعتقاد بأن أمريكا هي الإله الأعظم للكون وهي المخلص انظروا إلى أحوال سوريا ومصر والعراق ولبنان انظروا إلى أهل الخليجي وأمراضهم النفسية اعتبروا من أحوال العراقيين والسوريين والمصريين وكيف أصبحوا دمويين كلهم يقولوا الله أكبر ويستمعون إلى القرآن وهم لا يعرفون بأنهم يبرمجون على القتل إذا عجبك هذا الفيديو قم بالاشتراك في قناتنا ولا تنسى أن تشاركه مع أصدقائك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا